بالنسبة لإسرائيل فإن لا تغيير في المعادلة السورية بعد الضربة الثلاثية لسوريا حال التآهب ستبقى على الجبهة الشمالية بدون شك بسبب الحساب المفتوح بين إسرائيل وإيران تحديدا في معركة باتت مباشرة بين الجانبين ولهذا تحافظ إسرائيل على استنفار في الجولان المحتل نرى منظومة القبة الحديدية لاعتراض الصواريخ وضعت هي الأخرى في الجولان المحتل وفي المنطقة الشمالية خشية من عمليات حدودية كما تسمى قد تقوم بها إيران أو حزب الله انتقاما على استهداف مطار التي فور من قبل الإسرائيليين والأمر الثاني الذي يقلق إسرائيل بدرجة كبيرة هو إمكان أن تتحول هذه الجبهة الهادئة أي الجنوبية من درعة إلى الإقنيترا أن تتحول إلى جبهة عسكرية نشطة بمعنى أن يصل جيش النظام إلى هذه المنطقة وحيث يصل هو يصل الإيرانيون وحزب الله بالنسبة لإسرائيل زياد حلبي العربية الجولان المحتلة ترجمة نانسي قنقر